تطبيقات الحاسوب لطلاب المرحلة الأولى في المعهد الطبي التقني بغذات المحاضرة الثانية سنتعرف في هذه المحاضرة عن واجهات برنامج Microsoft Word 2010 يمتلك برنامج Microsoft Word مجموعة من الأشريطة والأدوات وهي شريط العنوان Title Bar شريط أدوات الوصول السريع Quick Access Toolbar المصدرة Ruler شريط التمرير Scroll Bar شريط الحالة Status Bar التعليمات Help وقائمة التبويب Tab هذه نافذة برنامج Microsoft Word 2010 بإصدار اللغة العربية فشريط الوصول السريع يتواجد في أعلى النافذة شريط الوصول السريع شريط الأدوات قائمة التبويبات ملف الصفحة الرئيسية إدراج ومجموعة من التبويبات الأخرى شريط العنوان الذي يظهر اسم المستند المصدرة المصدرة والتعليمات وشريط التمرير وشريط العرض والتكبير والمعاينة وشريط الحالة هذه نافذة برنامج Microsoft Word بواجهات اللغة الإنجليزية حق للفايل التاب File Home والQuick Access Toolbar شريط الوصول السريع Ribbon التبويبات Title Bar شريط العنوان Ruler المصدرة وهيلف المساعدة والمزيد من الخيارات في التبويبات Dialog Box Launcher Status Bar شريط الحالة Document Area مكان كتابة الناص و View Buttons مجموعة من المفاتيح والزوم كونترول للتكبير والتصغير واجهة المستند شريط العنوان Title Bar استخدم شريط العنوان لإظهار اسم البرنامج واسم الملف النشط بمعنى آخر اسم الملف المحرر الذي يتم التعامل معه في البرنامج فإذا قمنا بفتح مستند باسم تطبيقات الحاسوب سيظهر اسم البرنامج Microsoft Word واسم الملف تطبيقات الحاسوب ويحوي أيضاً هذا الشريط مجموعة من المفاتيح وهو مفتاح التصغير Minimize ومفتاح التكبير Maximize ومفتاح الإغلاق Close مفتاح التصغير أو Minimize يستخدم للتصغير النافذة وضمها إلى شريط سطح المكتب التاسك بار ومفتاح التكبير Maximize يستخدم لتكبير نافذة البرنامج لتملأ سطح المكتب ومفتاح الإغلاق Close يستخدم لإغلاق نافذة البرنامج أي إغلاق المستند النشط الذي نقوم بالتعامل معه هذه نافذة برنامج Microsoft Word في شريط العنوان اسم البرنامج Word واسم المستند هو Document One المفاتيح التي تكلمنا عنها مفتاح التصغير عند الضغط على مفتاح التصغير يتم طوي نافذة البرنامج إلى شريط Task Bar كما نشاهد في هذا المثال تم طوي الصفحة نافذة البرنامج Microsoft Word وأصبحت بشريط Task Bar لإرجاع المستند وإظهار محتوياته نقوم بالضغط على الأيقون الموجودة في شريط سطح المكتب Task Bar شريط عد الضغط عليه سيظهر البرنامج مرة أخرى المفتاح الآخر وهو مفتاح التكبير Maximize كما نشاهد نافذة برنامج Microsoft Word لا تملأ سطح المكتب فيوجد جزء ظاهر من سطح المكتب من الجزء اليمين ومن الجزء الأعلى أيضا تظهر أيقونات سطح المكتب فعند الضغط على مفتاح التكبير Maximize سيتم تكبير هذه النافذة لتملأ واجهة الشاشة تملأ سطح المكتب سنقوم بالضغط عن مفتاح التكبير تم تكبير النافذة لتملأ جميع سطح المكتب مفتاح الأخير وهو مفتاح الإغلاق Close أدى الضغط على هذا المفتاح سيتم إغلاق المستند وهو Document 1 شريط أدوات الوصول السريع Quick Access Toolbar هو شريط يحوي مجموعة من الأوامر المستقلة عن شريط الأدوات في قوائم التبويب ويمكن إضافة الأوامر المستخدمة كثيرا إلى هذا الشريط ويحوي بشكل افتراضي الأوامر التالية التراجع Undo وإعادة redo وحفظ Save فكما هو اسمه أدوات الوصول السريع هذا الشريط يحوي مجموعة من الأدوات التي نستخدمها كثيرا في داخل المستند فيمكن إضافة إلى هذا الأوامر الأوامر التي نحتاجها كثيرا في الاستخدام التراجع يستخدم للتراجع عن خطوة تم تنفيذها من قبل المستخدم وهي مستخدمة كثيرا من قبل أي شخص يقوم باستخدام برنامج Microsoft Word الأمر الآخر وهو إعادة redo يستخدم لإلغاء عملية التراجع عن آخر خطوة قمنا بها واستعادة هذه الخطوة المنفذة من قبل المستخدم الحفظ save يستخدم لحفظ الإضافات والتغييرات فيها المستند تدريب واحد قم بكتابة كلمة Microsoft Word ثم نضغط على أمر التراجع undo سنقوم بفتح برنامج Microsoft Word ثم نضغط على file new blank document ستظهر هذه النافذة document 1 قم باستخدام لوحة المفاتيح بكتابة كلمة Microsoft فراغ المسترة الطويلة بلوحة المفاتيح ثم كلمة Word آخر كلمة مدرجة هي كلمة Word سنلاحظ يتم تنشيط خيار التراجع undo عند الضغط على عملية التراجع سيتم إزالة آخر كلمة مدخلة وهي كلمة Word ضغطنا على أمر التراجع تم إزالة آخر إدراج وهو Word تدريب الثاني بعد أن قمنا بالتراجع عن خطوة الإدراج بالتدريب السابق تدريب واحد سنضغط على أمر الإعادة redo كما تعرفنا سابقا ال redo هو لإلغاء عملية التراجع سنضغط على الأمر redo سنلاحظ إدراج كلمة Word مرة أخرى وهو إلغاء عملية التراجع هذا الأمر لا يكون فعال إلا إذا تم عملية الضغط على مفتاح التراجع تدريب الثالث قم بحفظ مستند ال Word سنضغط من شريط الوصول السريع على الاختصار flow B لحفظ المستند ملاحظة إذا كان هذا المستند غير مخزن على الحاسبة سابقا ستظهر نافذة حفظ B والتي سنتكلم عليها لاحقا يمكن نقل شريط الوصول السريع إلى أسفل وعلى تبويب القوان أيضا يمكن إضافة أدوات إلى قائمة الوصول السريع ويتم ذلك باتباع أحد الخطوات التالية طريقة الأولى وذلك بالضغط على الرمز الموجود في شريط الوصول السريع ستظهر قائمة تحوي مجموعة من الأوامر باستخدام مفتاح الفأر اليسار نضغط على أحد الأوامر التي نريد إضافتها والاختيار أوامر أخرى غير موجودة في هذه القائمة نضغط على خيار More Commands كما نشاهد في هذه الصورة نضغط على هذا الاختصار فتظهر مجموعة من الأوامر إذا كان الأمر الذي نريد أن نضيفه غير متواجد في هذه القائمة نضغط على خيار More Commands الموجود في أسفل الشريط طريقة ثانية نضغط بمفتاح الفأر الأيمن على أحد الأوامر المتواجدة في شريط الأدوات ستظهر مجموعة من الخيارات نضغط على خيار إضافة إلى شريط أدوات الوصول السريع Add to Quick Access Toolbar في هذا المثال قمنا بالضغط على الاختصار اللي هو إضافة الصور ضغطنا بمفتاح الفأر اليمين فظهرت مجموعة من الأوامر نختار خيار Add to Quick Access Toolbar سيتم إضافة هذا الأمر إلى شريط أدوات الوصول السريع كما هو ملاحظ في هذه الصورة تم إضافة إدراج صور طريقة ثالثة نضغط على قامة تبويب ملف ثم خيارات Options ثم شريط أدوات الوصول السريع Quick Access Toolbar ومن النافذة التي ستظهر نحدد الأمر الذي نريد إضافته ثم نضغط على مفتاح إضافة Add ضغطنا على المفتاح File بعد ذلك خيارات O Options ثم بعد ذلك نختار Quick Access Toolbar أو شريط أدوات الوصول السريع ستظهر في هذه النافذة صندوقان صندوق المجموعة الأوامر متواجدة في تبويبات البرنامج والصندوق الآخر يحوي الأوامر المتواجدة في شريط أدوات الوصول السريع سنحدد من صندوق الأوامر المتواجدة في شريط الأدوات نحدد الأمر الذي نريد أن نضيفه سنقوم بإضافة Add a Hyperlink نقوم بتحديد الأمر أولا فيصبح باللون مضلل بعد ذلك نختار مفتاح الإضافة Add سنلاحظ تم إضافة الأمر Add a Hyperlink إلى مجموعة الأوامر المتواجدة في شريط أدوات الوصول السريع وهو في صندوق شريط أدوات الوصول السريع إذا أردنا أن نقوم بإزالة أحد الأوامر المتواجدة في شريط أدوات الوصول السريع فسنقوم بتحديده من صندوق الثاني وهو صندوق أدوات الوصول السريع سأقوم بتحديد Add a Hyperlink الذي قمنا بإضافته قبل قليل ويصبح باللون مضلل ثم بعد ذلك نضغط على مفتاح Remove أو إزالة سيتم إزالة الأمر Add a Hyperlink من شريط أدوات الوصول السريع المصدرة أو الرولر وهي مصدرة تحوي التدريجات مقاسة بالسنتيمتر أو وحدة قياس أخرى مثل الإنج وهي متواجدة في أعلى وجانب المستند وتساعد في تعيين علامة التوقف والهوامش وتنسيق مواقع الأشكال وأحجامها وعلامات المسافة البادئة بداخل الفقرات توجد مصدرة في الجزء العلوي ومن الجزء الجانبي أيضا هناك مصدرة جانبية ملاحظة يمكن إخثاء أو إظهار المصدرة عبر تبويب عرض View شريط التمرير Scroll Bar تتواجد على جانب وأسفل المستند وتستخدم للانتقال بصفحات المستند وذلك بالضغط على الأسهم المتواجدة في طرفي شريط التمرير حيث يمكن تحريك المستند صعودا أو نزولا باستخدام شريط التمرير الجانبي أو يمينا يسارا باستخدام شريط التمرير المتواجد في الأسفل داخل المستند شريط التمرير الجانبي يمكن الضغط على المثلث الموجود في الأعلى للانتقال بالمستند إلى الصفحة السابقة أو على السهم المتواجد بالأسفل للانتقال إلى الصفحة التالية أو إذا قمنا بتكبير الصفحة فيمكن تحريك المستند إلى جهة اليمين واليسار باستخدام شريط التمرير الموجود في الأسفل بالضغط على الجزء الموجود المثلث في الجزء اليمين لانتقال إلى يمين المستند أو الانتقال إلى يسار المستند بالضغط على المثلث المتواجد بشريط التمرير في الأسفل يمكن أيضاً بالضغط على المصدرة اللي تكون بلون أفتح بالضغط المستمر ضغطتين متتاليتين بالضغط والسحب فيمكن الانتقال بالمصدرة حسب تحريك باستخدام الفارة شريط الحالة أو الستاتوس بار يتواجد في أسفل نافذة مايكروسوفت وورد ويتضمن التالي رقم الصفحة أو page number وعدد الكلمات word count والتصحيح اللغوي spelling and grammar واللغة language وشريط العرض والتكبير والمعينة view tools رقم الصفحة page number يظهر العدد الكل لصفحات المستند وتسلسل الصفحة الظاهرة في نافذة البرنامج في هذا المثال تم التوقف على الصفحة الرابعة من المستند فظهر بشريط الحالة رقم الصفحة page 4 of 8 الصفحة الرابعة من المجموعة الصفحات المستند الكلية وهي 8 صفحات ملاحظة عند الضغط على رقم الصفحة سيظهر مربع حوار بحث واستبدال find and replace كما هو مشاهد في هذه الصورة للبحث عن كلمة متواجدة في داخل المستند تم كتابة المعينة فظهرت بعض الكلمات بلون أصفر وهي متواجدة بداخل المستند عدد الكلمات word count يعرض عدد الكلمات المتواجدة في المستند أو عدد الصفحات عدد الحروف المدرجة في داخل المستند فيظهر في شريط الحالة عدد الكلمات الكلية هي 2026 كلمة بداخل المستند إذا قمنا بالضغط على خيار الword ظهر النافذة word count وفي هذه الحالات المسجلة عدد الصفحات pages الكلية هي ثمان صفحات عدد الكلمات المدرجة في داخل هذا المستند هي 2026 كلمة وعدد الحروف المدرجة بإهمال الفراغات عددها 10159 وإذا تم حساب الفراغات كحروف مع الحروف الكلية بداخل المستند يصبح عدد الحروف الكلية في المستند 12089 paragraphs أو الفقرات وهو كل ضغطة enter تعتبر فقرة انتهاء الفقرة نضغط على مفتاح الإدخال enter فعدد الفقرات الكلية بداخل المستند 130 فقرة lines وهو الأسطر عدد الأسطر الكلية المتواجدة في المستند هي 239 سطر التصحيح اللغوي والspelling and grammar يستخدم لإزالة الأخطاء الإملائية أو النحوية وذلك بالضغط على مفتاح الفقر اليسار على الرمز المتواجد بشريط الحالة ستظهر نافذة تحويق الأخطاء المدرجة في المستند وبالتتابع مع المقترحات البديلة للكلمات يمكن تصحيح جميع الأخطاء ويظهر رمز التصحيح بالشكل التالي فإذا قمنا بكتابة أحد الكلمات بشكل خاطئ يمكن تصحيح هذه الكلمة ونلاحظ هناك ظهور خط لون أحمر تحت الكلمة المكتوبة بشكل خاطئ فيمكن تصحيحها بالضغط على مفتاح المتواجد بشريط الحالة لمشاهدة هذه الأخطاء اللغة Language يستخدم لتحديد اللغة المستخدمة في المستند فنضغط بمفتاح الفقر اليسار على الرمز المتواجد بشريط الحالة سيظهر مربع حوار اللغة المستخدمة في داخل المستند فظهرت هذه النافذة وهناك علامة صح أمام اللغات المستخدمة بداخل هذا المستند وهي اللغة العربية Arabic-إراك Arabic-سعودية-عربية وإنجليش-يونيتد ستيت شريط العرض والتكبير والمعاينة View Tools تستخدم لعرض المستند بطرق مختلفة مثل صفحة Web إذا كنا نريد أن ننشر هذه الصفحة كصفحة Internet صفحة Web أو ورقة طباعة إذا كان المستند مخصص لأن من أجل طباعته على الورق أو نمط للقراءة من أجل مشاهدة البيانات بدون التعديل عليها وتتضمن أيضا أدوات لتكبير وتصغير معاينة المستند ممكن شخص لا يمكنه مشاهدة هذه الكتابات لأن حجم الكتابة صغير فيمكن تكبير نافذة المستند لمشاهدتها بحجم أكبر وأسهل للأشخاص الذين يستخدمون النظارات ملاحظة يمكن الوصول لأدوات العرض والتكبير والمعاينة من تبويب عرض View أيضا فبالتبويب View أو عرض نشاهد الأدوات المستخدمة وهي لعرض المستند بطرق مختلفة أو تكبير وتصغير المستند التعليمات أو الهيل تستخدم للاستفهام عن طريقة استخدام أوامر البرنامج وذلك من خلال إدخال اسم الأمر بنافذة التعليمات قامت التبويب Tab تتواجد الأبواب في الجزء العلوي من نافذة البرنامج وهي بديلة عن القوام المنسدلة في الأصدارات السابقة Menu وكل تبويب يتضمن مجموعة أوامر بشريط أدوات Reborn وهي مصنفة حسب التالي تبويب ملف File تبويب الصفحة الرئيسية Home تبويب إدراج Insert تبويب تخطيط الصفحة Page Layout تبويب مراجعة References تبويب مراسلات Mailing تبويب مراجعة Review تبويب عرض View سنتعرف على بعض الأوامر المدرجة في تلك الأبواب في المحاضرات القادمة يمكنكم إرسال الأسئلة للاستفسار عن المحاضرة بزيارة عنوان صفحة الويب التالية itcode2018.wordpress.com.contact تعرفنا في هذه المحاضرة عن واجهات برنامج Microsoft Word 2010 خصوصات